السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة جودز انجليش ويرلد معكم مستقيمان وبرحب بكل متعلم اللغة الانجليزية في كل المراحل وكل المستويات باشكركم جدا جدا لتفعلكم معنا ودعمكم وتعليقاتكم جزاكم الله عنا خير الجزاعة النهاردة ان شاء الله هناخد فكرة عامة عن قاعدة F الشرطية عن معناها وعن أنواعها وهنشرح حالتين منهم وهم F-Zero وF الأولى بإذن الله يارب ان شاء الله الموضوع يكون بالنسبة لكم بسيط وهي نبدأ على بركة الله مبدئيا F بمعنى لو أو إذا أو عندما ودي بستخدمها لما كن بشترط عليك شرط يعني مثلا لو أكلت أكل صحي صحتك تكون كويسة لو ذكرت كويس هتنجح لو حصلت على الدرجة النهائية هكافأك وهكذا لو بشترط عليك شرط يبقى لو دي هي أداة الشرط بتاعتنا تمام كده؟ F بقى لها أربع حالات في اللغة الإنجليزية F-Zero ودي بنتكلم بها عن حقائق علمية ثابتة تعالوا كده ناخد مثال على الكتاب يلا بقى تركيز لو حضرتك كده جبت طفحية ووضعتها تحت الميكروسكوب ده هل في احتمال بنسبة واحد في المليون أن الطفحية تتحول لعنب مثلا أو بطيخ أو أي حاجة؟ أكد لا لإني ده مش سحر ده حقيقة علمية الطفحية تفضل طفحية؟ تمام وأكد برضو لو جبنا إناء ووضعنا في مية وحطناها يغلي وفعلا المية بدأت تغلي هنلاقيه تحول إلى بخار لإني دي برضو حقيقة علمية المية لما بتغلي بدأت تحول إلى بخار ماء هي دي بالزبط بقى قاعدة F-Zero بنتكلم بها عن الحقائق العلمية تعالوا نعرف تكوينها كده مع بعض F-Zero بسيط بسيط مضارع بسيط مضارع بسيط F-Present Simple بتدي لي برضو present sample تعالوا نشوف المثال ده كده إذا غليت الماء سوف تتحول إلى بخار الماء Boil هنا جاي في زمن إيه؟ المضارع البسيط Turns شطر التاني من الجملة جاي برضو في المضارع البسيط زي ما قلنا F-Zero بسيط بسيط مضارع بسيط مضارع بسيط لأن ده حقائق علمية ثابتة طيب إحنا قلنا أنه هما أربع حالات F-Zero وبعد كده F-Zero 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 خلاص تعالوا ناخد مع بعض بقى F-Zero The first conditional F سهلة جدا 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 تعالوا برضو نحفظها من البداية F-Zero بسيط بسيط مضارع بسيط بس هنا بقى مستقبل بسيط تختلف عن F-Zero مضارع بسيط مستقبل بسيط يعني إيه بنتكلم عن احتمالية حدوث شيء في المستقبل لو ذكرت إن شاء الله هتنجح لو أكلت أكل صحي إن شاء الله جسمك هيبقى قوي أو صحتك هتبقى كويسة لو جبت الدرجات النهائية هكافأك هجب لك مكافأة تمام؟ طيب يبقى هنا أداة الشرط بتاعتي اللي بشترت بها هي F خلاص؟ وفعل الشرط في زمن المضارع البسيط F الأولى بسيط بسيط مضارع بسيط مستقبل بسيط جواب الشرط بقى إن شاء الله إلا هيحصل في المستقبل في المستقبل البسيط أحسن طريق الفهم القاعدة هو التطبيق عليها مباشرة تمام؟ تعالوا نطبق مباشرة في الصورة الجاملة دي الصورة بتقول إن في رجل قدامه ثلاث طرق طريق A طريق B وطريق C تمام؟ يبقى في احتمال لو مشي من A هيوصل إلى الماونتين وبرضو لو مشي من الطريق B هيوصل إلى المدينة ولو مشي من C هيوصل إلى C برضو اللي هي A البحر أوكي؟ يلا نستخدم F بمنتهى البسيط F الأولى بسيط بسيط مضارع بسيط مستقبل بسيط يلا بنا إف هي تايكس رود A لو مشي في الطريق A خدتوا بالكم من تايكس مضارع بسيط مستقبل بسيط تمام؟ بص على B تمام إف هي تايكس رود B هيوالريتش A The city تمام إف هي تايكس رود C هيوالريتش The C أوكي أكسل جميل جدا طيب لو ممشيش بقى مش هيوصل صح؟ لا لا لو ممشيش من الطريق A مش هيوصل للمونتين يبقى نقولها إزاي إف هي دازنت إف هي دازنت إنا فينا تايكس خلي بالكم إف هي دازنت تايك إف هي دازنت تايك رود A هنعمل إيه؟ هننفي ويل باستخدام وانت هنعمل إيه؟ باستخدام وانت نبص على الإجزامبل نمبر تو كده إف هي تايكس رود A أو رود C خذنا بالنا كده احنا اثبتنا ونفينا الكلام تعالوا نعلم المستوى شوية ونقرأ الكلام الجامل ده وان شاء الله كلنا هنستفيد بسم الله كل جملة شرطية بتتكون من مقطعين أو شطرين The hypothesis اللي بنقول عليه if clause يعني فعل الشرط عدد شرط وبعدها فعل شرط And it's a result وي جواب الشرط المين clause دي الأجزاء بتاعته When the if clause comes first لما the if clause يجي في الأول if تجي في أول الجملة We usually put a comma after it بنضع كما بتربط بين الشطرين بتاع الجملة دول The first condition refers to something very likely or possible to happen in the present or future بتعبرنانا if في الأولى عن احتمالية حدوث شيء في الحاضر أو المستقبل أكمل الجملة الآتية باستخدام الشكل الصحيح للفعل الموجود بين الأقواس If we go by taxi لو ذهبنا باستخدام التاكسي It not cheaper هنا عندي في الأولى عندي مضارع بسيط أنا عاوزة أتصرف البي ده في المستقبل البسيط يبقى إيه It will be cheaper تمام كده تمام جميل جدا نركز ما بعد في الصورة دي وفي الجملة دي الجملة بتقول إيه Unless 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 you study hard You won't get high marks Unless you study hard You won't get high marks يعني إيه unless هنا بقى فهمتة إيه من المعنى فهمنا إن إذا لم إذا لم تذاكر جيدا لن تحصل على درجات عليها وطبعا إيه زي ما شايفين في الصورة Create your own study plan أكمل باستخدام الكلمة الصحيحة الجملة بتقول You won't have a strong body If or unless you eat healthy food أكيد طبعا نختار Unless بتعلمنا النهاردة في الفيديو بتعلمنا حالتين من حالات FF0 بتعبر لي عن الحقائق العلمية الثابتة or a general truth زي الجملة اللي بتقول If you eat ice it melts لو سخنت الأيس لو الثلج هيعمل إيه هيذوب وده طبعا برضو بنتكلم عنه في نقطة موجودة في منحة ثلاثة إعدادة اللي هو Global warming اللي هو الاحتباس الحراري زيادة في الغلاف الجوي هتأدي إلى ذوبان الثلوج الموجودة في القطبين تمام كده؟ وهنا طبعا ممكن نستبدل If بكلمة when He never goes out if it trains أو يعني when it trains يبقى ديه zero conditional بتعبر عن الحقائق العلمية مدارع بسيط مدارع بسيط وبالنسبة لل first conditional أو may أو must والنفي بتاعهم برضو تمام زائد فعل برضو فين في المصدر أو ممكن أستغنق من imperative عادي اللي هو إيه آه أمر زي الجملة اللي بتقول If he phones I will tell him If he phones I can or I may or I must tell him أو بقى الimperative اللي بقوله عليها اللي هي If he phones tell him آخر حاجة مهمة معنا في الفيديو لازم نكون عارفينها إن if بتسوي when بتسوي whether نبص على الجملة دي It doesn't matter whether he agrees or not بمعنى آخر It makes no difference to me whether he joins us or not تمام كده بشكركم جدا على المشاهدة وبتمنى أن يكونوا صفاتوا من الفيديو إن شاء الله وانتظروا الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته